لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه قال دعهما تإني أدخلتهما طاهرتين والمسع على الخفين إنما يجوز بشروط أربعة الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ولا بد أن تكون هذه الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح أو تيمم فلو أن شخصا كان في البر وليس عنده ماء وحضر وقت الصلاة وتيمم ثم لبس خفيه فقد لبسهما على طهارة فإذا وجد الماء فلا يجوز له أن يمسح على الخفين لأنه وإن كان لبسهما على طهارة لكن هذه الطهارة هي طهارة تيمم وليس الطهارة ماء والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم وكذلك أيضا لو توضأ ولبس الخفين ثم أحدث ثم مسح عليهما ثم خلعهما بعد المسح ثم أعادهما وهو لا يزال على طهارته فإنه لا يمسح عليهما لأن لبسه الثاني وإن كان على طهارة لكن هذه الطهارة طهارة مسح وليس الطهارة ماء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدهم ولبس خفيه فليمسح عليهما الشرط الثاني من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون طاهرين فإن كان نجسين لم يصح المسح عليهما لأن المسح تطهير والنجس لا يمكن أن يطهر بالمسح ولكن إذا كانت النجاسة التي على الخف نجاسة حكمية بمعنى أنه لبس جورما أو خفا وأصابته نجاسة فيجوز أن يمسح عليه ولكن لا يصلي فيه وإنما يستبيح به ما لا تشترط له طهارة القدم كقراءة القرآن ونحو ذلك الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى فالطهارة الكبرى التي توجب الغسل لا يصح أن يمسح على الخفين لأنه ليس هناك شيء ممسوح في الطهارة الكبرى لا أصلي ولا بدلي إلا عند الضرورة وهي الجبيرة والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليه إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم الشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في المدة المحددة الشرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وابتداء المدة من المسح بعد الحدث فإذا أحدث ثم مسح فإن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث وإذا انقضت المدة والإنسان لا يزال على طهارة فإن طهارته لا تنتقض بذلك ولا دليل على انتقاض الطهارة من قضاء المدة لأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تزول عنه إلا بمقتضى دليل شرعي وليس هناك دليل شرعي يدل على انتقاض الطهارة من قضاء المدة وكذلك أيضا لو خلع الممسوح فإن طهارته باقية لأنه لا دليل على انتقاض الطهارة بخلع الممسوح فطهارته ما دام أنها قد ثبتت بجليل شرعي فلا ترتفع عنه إلا بدليل شرعي ونظير ذلك ما لو توضأ ومسح رأسه ثم بعد انقضاء الوضوء حلق رأسه فإن وضوءه لا يزال باقيا بالإجماع فكذلك في هذه المسألة وعلى هذا فإذا انقضت المدة وهو على طهارته أو خلع الممسوح وهو على طهارته فإن طهارته باقية ترجمة نانسي قنقر